السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة سنة ربعة ابتدائي يا رب كلكم تكونوا في خير النهاردة ان شاء الله مكملين في شرح الكصة بتاعتنا ومع الجزء الاخير بنوان زا اند طبعا كنت نزلت لكم فيديو مقدمة بيتكلم فيها عن الكصة بشكل عام واحداثها بشكل مختصر كده وبعد كده نزلنا بداية الكصة وايه المشكلة اللي كانت بتواجهنا في بداية الكصة وبعد كده زا مدل ايه المحاولات اللي احنا عملناها في الجزء اللي فات والنهاردة بقى ان شاء الله الخاتمة بتاعت الكصة تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات ديت وفيديوهات المنهج بالكامل من القايمة اللي موجودة في شرح الفيديو تعالوا ما نكمل ونشوف انكل ساميز ايديا دلوقتي فكرة العم سامي في صباح اليوم الثاني زهرة كانت قاعدة بتلعب على موبايلها كان العم سامي عنده فكرة ايه هي الفكرة دي؟ هل يا زين انت بتحب علعاب الكمبيوتر؟ هو سأله كده فهو قال له زين قال له ايه؟ يس ايوه انا بحب علعاب الكمبيوتر كمبيوتر جيمز ار اوسم كمبيوتر جيمز بتكون ايه؟ بتكون رائعة طيب فانكل سامي ايه الفكرة بتاعته؟ انكل ساميز كازن فاتن is a software engineer فاتن اللي هي قريبة عم سامي ده بتشتغل ايه؟ بتشتغل مهندسة برمجيات هي بتصمم و بتعمل برامج للكمبيوتر والأولاد راحوا للمكتب بتاعها يمكن تحب تحب هذه نيو جيمز سيز فاتن انت تقدر تجرب الالعاب الجديدة ديت يا زين والأولاد استمتعوا جدا بالقعدة مع المهندسة فاتن يبقى كده الفكرة اللي عند انكل سامي ايه؟ انه هو يخلي زين يعجب بوظيفة الكمبيوتر انجينير تعالوا منشوف الكلمات اللي معانا كلمة اوسم بمعنى رائع design يصمم software engineer مهندس برمجيات office مكتب عمل phone هاتف try معناها يجرب زين's idea فكرة زين بقى زين has an idea for a game زين كان عنده فكرة للعبة it's a puzzle game هي عبارة عن لعبة ايه؟ لعبة بوظل لعبة بوظل اللي هي ايه؟ اللي هي لغز قلنا بكلمة بوظل معاناها لغز لكن المقصود منها هنا اللي هو الترتيب he drew some ideas هو لسم بعض الافكار but it isn't easy لكن الموضوع ما كانش سام زين isn't happy with his game ما كانش مقصود من ايه؟ من اللابة بتاعته oh dear he says i love games and puzzles but i don't want to be a software engineer انا بحب الالعاب والالغاز لكن برضو انا مش عايز ان انا اكون مهندس برماجيو انت تعبتنا يا زين بصراحة مالعايز تكون ايه يا زين it's okay says uncle sami عم سامي قال له ايه؟ ولا يهمك مفيش مشكلة come and meet my friend باسم يبا احنا كده تعرفنا على مين؟ تعرفنا المراضي على المهندسة فاتن ودلوقت هنتعرف على صديق عم سامي اللي هو باسم اللي هو بيشتغل ايه؟ he is a bloomer a bloomer say is a zero بيشتغل ايه؟ بيشتغل سبك idea معناها فكرة draw يرسم game game لعبة dear عزيزي puzzle لغز plumber سباك easy سهل it's okay لا بأس the children help a plumber الاطفال بيساعدوا السباك باسم is in mister Samich's apartment باسم كان عنده شغل في الشقة بتاعت استاذ سامح he is fixing some pipes under as ink هو كان بيصلح مجموعة من المواسير زي ما انت شايفين كده تحت الحود تحت الحود بتاع المطبخ the children help him والاولاد كانوا بيساعدوه زي ما انت شايفين زهر مسك الجردل وهنا كان زين مسك مفاك there are lots of pipes it's like a puzzle ده في ايه في مواسير كتير الموضوع عامل زي ايه زي اللغز وطبعا زين بيحب الالغاز something falls out of an old pipe وفي حاجة وقعت من ايه حاجة وقعت من انبوب او من مصورة قديمة what is this طبعا هنا كان سامح اللي بيسأل it's a ring ده ايه ده خاتم that's my wife's ring فهنا مستر سامح قال له ده الخاتم بتاع مراتي thank you for finding it شكرا لك جدا ان انت لقيته يا باسم فباسم قال له you are welcome يعني ايه العفو مفيش مشكلة it's all part of the job دي كلها ايه دي كلها يعني جزء من العمل طيب يا ترى هل زين هيحب الوظيفة بتاعت السباك دي ولا ايه تعالوا ما نشوف لكن الاول عندنا مجموعة من الكلمات نقرأها مع بعض pipe معناها مصورة ring خاتم think hold old قديم apartment شقة سكنية job معناها وظيفة zain's decision on what he wants to be الحمد لله ايه وصلنا خلاص للقرار بتاع زين ويطرى هيكون ايه that night uncle Sammy drives the children home in his taxi وصل الاولاد للمنزل بتاعهم في التاكسي بتاعه they are both happy and tired كانوا الاتنين مبسوطين وايه وايه لكن تعبانين طبعا من الرحلة اللي هما قادوها دي do you know what you want to be now زين هنا والده بقى بيقول له هيا زين بعد كل الوظيفة اللي انت شفتها دي هل انت عارف دلوقتي انت عايز تكون ايه قال له yes i do ايه انا عارف انا عايز اكون ايه i want to be like uncle Sammy عمل مفاجئة كبير اوي قال له انا مش عايز اكون زي الناس دي كلها انا عايز اكون زي يمين زي عم سامي he has got the best job هو عنده الوظيفة الافضل he goes to so many interesting places اذا هو بيذهب لاماكن كتير ايه ممتعة i want to be a taxi driver انا عايز اكون سواء تاكسي يبقى كده عارفنا خلاص الوظيفة اللي زين بيحلم بيها نفسه يكون سواء تاكسي تاكسي معناها سهيرة اجرة place مكان tired متعب night ليلة the best معناها الافضل كده احنا خلصنا الكثة بتاعتنا تعالوا ما نشوف تدريبات لكن على الجزء التالت بس على الجزء بتاع زين بس هنا بيقول لنا fatten is a fatten بتشتغل ايه fatten كانت بتصمم برامج يبقى fatten بتكون software engineer i want to be a طبعا في الاخر خالص عارفنا ان ان الوظيفة اللي كان عايز يكونها زين زي ما انتو شايفين في الصورة ايه ها ساق تاكسي هو يبقى taxi driver zain wants to be a software engineer زين عايز يكون بيشتغل مهندس برمجيات لا الاجابة غلط يبقى كده زي ما انتو شايفين كورة حمراء يبقى الاجابة غلط zain doesn't want to be a taxi driver زين مش عايز يكون سواء تاكسي لا طبعا هو عايز يكون يبقى الاجابة غلط برضو زهرا and zain helps blomer with some pipes كانوا بيساعدوا السباك في التعامل مع المواسير طبعا اجابة صح فعلا ساعدوا السباك باسم is blomer باسم بيكون سباك اجابة مضبوطة باسم found mister sami's wife's ring يا ترى هو لأ الخاتم بتاعة mister sami ولا mister sami طبعا الناس كتير كانت ممكن تتصرع وتغلط في السؤال ده فخلي بالكم دايما وقرأ السؤال كويس اللي جابة هنا عطون غلط لانه لأ الخاتم بتاعة مرات mister سامح مش سامي باسم is a باسم بيكون plomer معناية سباك uncle sami drives the children home in his طبعا تاكسي وضعهم في العربية بتاعته they want to be a taxi driver نفسه يكون سواء تاكسي ودي كده يعني كان آخر سؤال معنا في الفيديو بتاع النهاردة كده خلصنا القصة اتمنى تكونوا استفدتم منها واستمتعتم بيها يا ريت اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويعمل لايك علشان كل الفيديوهات توصل له وتوصل لزميله ان شاء الله هنزل لكم فيديو اخير في ملخص للقصة كده وريفيو سريع على القصة واهم الحاجات اللي جات فيها واهم الاسئلة اللي متوقعة منها ان شاء الله نكون كده قفلنا القصة بدري بدري ونكمل في اليونيتات بتاعتنا شوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته